طيب خليني أقولك كمان على تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين اللي تبعت طبقا لمصطلح اللي تم استخدامه في بيانهم بترحاب بالغ خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية وبتثمن تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين ما جاء من توجيهات القيادة السياسية من دعوة لحوار وطني وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي لأنه هذا يسهم في تعزيز عملية البناء الديمقراطي خد بالك من الجملة دي خد بالك من ما ورد فيه بيان تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين هذا يسهم في تعزيز عملية البناء الديمقراطي في مصر في هذا الوطن العظيم الكل بيثمن قرارات فخامة الرئيس تعرف يعني بتعمل حوار وطني وتعيد تشكيل لجنة العفو الرئاسي وتفرج عن أعداد كبيرة جدا من الناس اللي كانت موجودة من المعارضة الديمقراطية إحنا هنا مش بصدد المحاسبة من أخطأ ومن لم يخطئ من المخطئ ومن هو المصيب المسألة مش في كده المسألة في إنه عزيزي المواطن سيدي المواطن سيدتي المواطنة فرق ما بين معارض وحد عاوز يضربك ويخبطك